السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب طلبات الصف الثالث العددي إن شاء الله نحل مع بعض النهاردة تمرين كتاب الجيم يونت 7 الوحدة السبعة منهج الترمي الثاني 2024 عندي هنا حضرات صفحة 11 السنة الأول read and complete the text with the word from the following list there are different places في أماكن مختلفة that could be on the list of Egypt اللي ممكن تكون على Egypt's natural wonders عجائب مصر طبيعي one of this is ودي الوشوش what's located on الذي يقع on يعني يقع على on the way to south سينة there you can find ممكن تجد springes يا نبيا that form small legs يبقى هنا springes اللي بتكون لي بحيرة صغيرة it's a wonderful place ودا ما كان رائع for swimming للسباح بهنا swimming really it isn't and it's an amazing place تعني حقا إنه مكان رائع سؤال تشوز the correct answer from ABC or D we should protect يجب أن نحمي our environment بيئتنا the where to protect كلمة protect means يعني كلمة يحمي معناها save يحفظ نمبر دو we add the suffix بنضيف اللاحقة to change the verb appear عشان أغير الفعل appear ده معناها يظهر أنتو أنوان إلى اسمي بحضلها appearance حضلها A and C appearance يعني مظهر نمبر ثري habitat is next to the sea and you find rocks هي بيئة جنب البحر بتلاقي فيها صخور طبعا دي البيئة الساحلية coastal habitat نمبر فور strong wind الرياحة قوية destroyed many trees دمرت أشجار كتير the synonym of destroyed تراضف destroyed هو A هو damaged يعني destroyed يدمر ودمج دي معناها بردود مرة نمبر فايف Egypt has lots of natural wonders مصر فيها عجاب طبعي كتير to get the opposite of the word natural عشان أجيب عكس كلمة natural we add the prefix هجحط اللاحقة A طبعا unnatural غير طبيعي نمبر سيكس A هي منطقة في الصحراء اللي بتلاقي فيها مية طبعا دي هي الواحة نمبر ان كتير من القمامة في النار ده ممكن يخلي المياه قذرة ده ممكن يعمل ايه للمياه طبعا ممكن يعني يلوس المياه نمبر زه هي منطقة كبيرة ما فيهش مية ولا 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 يبقى ليه الصحراط الجزرت نمبر ناين أنا سوف تتمسيك كتير كبيرة في المتحف الجديد عكس كلمة large ايه طبعا عكس large هو tiny يعني صغير كدا نمبر رقم عشرة مليئة بالمياه السخنة طبعا ده هي ال سبرينجس اليانابية نمبر 11 جبل القلبة جاب القلبة اغضر لكسير من الحيوانات والطيور طبعا هم يعني موطن لي موطن لي نمبر تخش على تمرين القواعد قاعدة يونت وان يونت ايت سيفن عف وان ده عندي هنا صفحة خمستاشر سوال الاول الحديقة تحيط ولا يعني محاطة ب اراضي اوشبية يبقى هنا هاختور يبقى سر ويندل اوكي نمبر دو يعني الارض مغطى يبقى هنا هناخد عشان هنا مبنيا المجهول الارض تغطى بالتلج في البيئة القطبية نمبر سوري مجلات قليلة المجلات هدبية طبعا تباعة يبقى هنا هناخد or sold تباعة or sold يعني مجلات قليلة تباعة نمبر فور اي سو انا رأيت اوبسايت موقع الالكتروني اللي سممها باي طبعا سممها بواسطة انكسيبيرت برغرامر اللي ها مبرمج خبير يبقى هنا باي نمبر فايف كلاعبة محبوبة فوتبول باي مليون دعا هنا الفوتبول يلعب يبقى از بلاي نمبر سيكس التلفزيون يشاهد مش يشاهد لا يشاهد يبقى مبنية للمشهول في زمن سيمبل كسير من المنازل في المناطق الساحلية بلد يبني ولا تبنى طبعا هنا هناخد يعني كسير من المنازل تبنى يبقى هنا ار بلد نمبر ايت دو زاد ديشز واشد افتر افتر افري ميل طبعا هنا هلو اتبقى تغسل يبقى هنا هناخد ار يبقى ار زاد ديشز واشد عشان نجوم هنا مبنية للمشهول نمبر نين من المعروف من المعروف ان بتعيش لمدة ما تعمل نمبر تن رقم عشرة كسير من السيارات الحديثة تصنع بالروبوتات في المصانع يبهن يعني تصنع نمبر 11 which kinds of habitats اي انواع البيئات are found at جبال التي توجد ب are found مبنية للمشهول نمبر 12 these pictures are taken اخذ by my sister با هنا are taken هم is are will past participle تصريف الت نمبر 13 ايجبت visited by more than 14 million tourists every year يبه ايجبت مص تزار يبه is visited okay number 14 who is the message delivered by يعني رسالة دي سلمت بواصلة من يبه هنا delivered number number 15 الفنانين الكبار طبعا هنا مبنية المعلومة انك بدأ بالمفؤول اهو يبقى هنا هنبقول كثير من الفنانين بيلونه صور جميل هنا الفعل معروف number 16 this restaurant is nice المطعم ده جميل is food طعامه cooked by a great shift يبه هنا الطعام بتاعه ماله is cooked يطهر يبه is cooked السؤال number 17 من trees كثير من الاشجار is planted طبعا هنا are planted تزرع to stop pollution عشان توقف التراوس طبعا التريس جامع يبه هنا are planted number 18 my mother usually mama عادة tell me a story before i sleep طبعا هنا tells عشان الفعل هنا معروف mama بتخبرني قصة قبل من mobile phones التلفونات المحمولة are widely used تستخدم بدرجة كبيرة everywhere في كل مكان how often بعد how often your cross wash يبه how often are you closed washed هنا مبنية للمجهول how often are your closed washed يعني كم مرة ملابسك تغسل في الأسبوع نتكامل مع بعض حضرات هنا اني تمرين على listen one and two درس أول والتاني واندي هنا سؤال المحسن حل مع بعض ايمان بيتكلم مع صديق رامي عن جبل البي هو بيقول له today i have read an interesting article انا قرأت مقال شعيك وهنا خلي بالك كلمة read ده اللي هي تصرف التالت من read ولكن طبعا مختلف شوية فيبقى read وقت zed about يعني المقال ده كان عن ايه طبعا انا عرفت من فوقه ان هو المقال عن جبل قلبة يبقى هقول له it's about جبل قلبة it's about جبل طلبة رح سأله سؤال اجابته كانت يعني خد اسمه من الجبل اللي في منتصفه يبقى هنقول ايه يعني خد اسمه جزي يبقى how does it take its name خد اسمه ازاي رح سأله اسأل تاني اجابته can you give me some more information about it ممكن تديني معلومات تانية عنه it's national park surrounded by grassland يبقى yes of course اقول له مسلا نعم عشان اجابه هنا كان يبقى yes of course نعم بالطبع قال له is it visited by many people every year هل يظهر بواسطة ناس كتير كل سنة يبقى له no it isn't ليه عشان هو سهل اسأل قال له it isn't easy to reach عشان هو مش سهل انك توصل له يبقى هنا الاجابة كانت no it isn't يبقى هنا no it isn't by many people why لماذا isn't it isn't it visited ليه مش بيتظهر by many people by many people بواسطة ناس كتير بعد كده السؤال التاني read and complete the text with word from the following list Egypt has many natural مصر فيها كثير من natural wonders العجائب الطبيعية that visit or like to see the white desert الصحراء البيضاء national park حديقة الصحراء البيضاء contains five oases بتحتوي هنا contain تحتوي على خمس وحات with rocks فيها صخور that are shaped by wind اللي شكلتها الرياح بحارة النيزك بتاخد شكل العين it is filled with water تملأ بالهواء يبقى هنا is filled with water from تملأ بالماء from the red sea من البحر الأحمر جبل إلبا بارك حديقة جبل إلبا is surrendered by grass محاطة بالحشاش يبقى هنا surrender it takes its name from the mountain in the middle تعال في سؤال choose اختار لجابة صحيحة من المهمة لتأكل طعام صحي كلمة مشابهة كلمة ضروري لأن ضروري تبقى معناها موقع معناها موقع يجب أنه يجب أنه ساعد زم يبقى أنه ساعد زم لكي نحميه نمبر 5 هو ضم أبيض كبير اللي عايش في تلج الاركتك طبعا دا هو ضم ايه هو الدب القطبي نمبر 6 الاسكندرية مدينة كبيرة ساحلية مدينة ساحلية على البحر الأبيض المتوسط السؤال الرابع سواطئنا تزار يبقى هنا تصريف التالت من نمبر 2 يجولي أبي عادة طبعا هنا مبنين المعلوم عشان هو الفعل أبي أبي عادة يقرأ الجريدة في الصباح نمبر 3 مشاكلنا في المساء يبقى هنا نمبر 4 طبعا مبنين المجهول عشان بدأ بالإيميل هنا المفهول له يبقى هل الإيميل يرسل بواسطة السكرتارية بالحب المقهى اللي فيه الواجبات تقدم طبعا ما من المجهول بالجرسونات طب إلا عندي موضوع على طبعا هتعمله إنت و هتلاقي كمان في نمازج في آخر الكتاب تعالى بقى نخش على تمرين الدرس التالت والرابع مع بعض من كتاب الجمع طبعا الصفحة السالس الأعدادي هنا عندي صفحة ستة وقشرين سؤال أول ريضا كبريزا تكس وزوال من الثالث هناك الكثير من فوسيل في حفريات في مخافض الفيوم أكثر واحدة مدهشة هي حفريات الحتان بها فوسيل مئات الحفريات للحتان القديمة أكتشفت أو وجدت بواي صينتست بواسطة العلماء أتواري الحتان in 1902 صينتست found out that these whales والعما اكتشفت إن الحتان دي had legs كان لها رجول so they once walked عشان كانوا بيمشوا on land على الأرض the fossils were preserved really well and some of them were 21 meters in length وكمان كان طولهم 21 متر سؤال الثاني choose the correct answer from ABC or D every year كل سنة new species فصال جديدة of plant بسم النبات and animals والحيوان are discovered discover here كلمة discover هين معناها find out يبقى يكتشف بساوي كلمة find out الاتنين معناهم يكتشف number two the antelum of the word near التراضف أو التضاط بتاع كلمة near ده المعناها قريب يبقى تراضفها ايه remote بعيد number three we add the prefix بنضيف البداية a to get the opposite of the word popular عشان يبعكس كلمة popular يبقى طبعا نقول unpopular يعني غير محبوب بنا هحط لها un number four ancient and old كلمة ancient اللي هي قديم و old ancient اللي قديم برضو دولة بينهم ايه بينهم synonyms يعني طور عضف ناه 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 دت مصر ناه دت مصر ازا شركة كبيرة زات اللي بتعمل ايه بقى بتنشر يبقى تنشر كوتيب كبيرة number six a الشخص اللي يملك شي او عنده حاجة طبعا لا اسمه ايه اسمه الانر المالك number seven my father is so kind ابي طيب جدا زي انتنم اوف كاين عكس كلمة طيب طبعا هاد كيلين كيلفر كرول هنا كرول معناها قاسي number eight زفيروس الفرعنا بن سير فيت زي دي بعديس حفظوا اكسامهم الميتة جيدا this means زي ده معناها ان هم عملوهم ايه ان هم كابت حفظوهم number nine is a building or a place هو مبنى او مكان بنام في الحصان يبقى ناسمه stable يعني استعب لبنام في الحصان عشان اجيب الاسم من الفعل بلوت بلوت يعني يلوس يبقى هندفلها اللاحقة ايه بلوتين اي او ان يبقى هنا معناها ايه بلوتين number eleven a group of animals مجموعة من الحيوانات او النباتات of the same kind من نفس النوع اسمها species فصول او انواع لكن اسبيسيس مساحة number twelve ايجيبت has many مصر فيها many a that attracts lots of tourists اللي بتجزي بسياح طبعا مصر فيها many من يومن اسأصار كثيرا تعال هنا تمرين على القاعدة هاتحلها مع بعض بسياحة 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 سؤال اول هذا المنزل طبعا المنزل بنية وهنا مبنية لما اقول في زمن الماضي لان في كلمدلة على الماضي يبدأ بالمفعول يبقى بترا as one of the new seven wonders of the world number four this job هذه الوظيفة by a good worker يبقى الوظيفة نتهاياتي بتعمل ايه was done مبنية للمقول في زمن الماضي it was perfect كانت مثالية يبقى هنا was done طبعا ازاي مصر هعرف الجملة في الماضي ولا في المضاري هتلاقي كلمدلة او هتلاقي الجزء من الجملة في الماضي number five a list of the new seven wonders قائمة من عجائب الدنيا السبع الجديدة made in اتعملت في الفين وسبعة يعني عملت في الفين وسبعة يبقى 2007 طبعا مبنية للمقول في زمن الماضي يبقى هنا was made was made number six two goals هدفين are scored by مصلاح in the last match في الموران الماضي يبقى احرزو يعني في الماضي يبقى where scored where scored سؤال السابع where are the questions answered هالكل الاسئلة الجاوب عليها answered okay number eight the novel I read القصة اللي نقرأتها يستردي أمس was written كتبت يبقى هنا was written by the best writer was written number nine the lesson الدرس explained well we all understand الدرس was explained شرحة جيدة عشان كده كلنا فهمنا يبقى explained was explained number ten when did the message sent طبعا هنا مبنية المقول يبقى when was the message sent متى ارسلت الرسالة number eleven these trees has zil asgar plant by clever schoolboys last summer يبقى زرعت يبقى were planted were planted number twelve your room حقرتك is messy فوضا ويأت yesterday يبقى it wasn't طايد لم ترتب أمس it wasn't طايد number setteen the order الطلب delivered three days ago الطلب بتاعك والorder اتسلم من ثلاثة يام يبقى was delivered was delivered okay number fourteen زفوتو الصورة took by my uncle when we were in alexander يعني الصورة دي اتخذت بواسطة عمي عندما قلنا في الاسكندرية يبقى was taken was taken أخذت مبنية للمجهول في زمن الماضي رقم fifteen خمستاشر the earth quake and zilzal was caused that is a period of old houses in Syria يعني الزلزال تسبب طبعا أو سبب طبعا ناخد caused بس أو caused تسبب لأنه هنا الفعل معروف الفعل للزلزال تسبب في اختفاء مدن قديمة في سيريا يبقى هنا caused number sixteen رقم ستاشر how did the building damaged يبقى how was the building damaged كيف أقل لفاء المنزل number seventeen the vase الزهورية broken on the day we went out في اليوم من خرجنا يبقى was broken مبنية للمجهول في زمن الماضي عشان عندي فعل في الماضي هو when was your mobile phone lost متى فقد تلفونك هجيب التصريف التالي طبعا was aware number nineteen who break the glass of this window طبعا who broke ما انكسر عشان انا بسهل عن الفعل مش مبنية للمجهول ولا حاجة number twenty our car didn't start again سيارتنا ما اشتغلتش تاني because it repaired well because it wasn't repaired لانها لم تصلح الفعل لاني طبعا مش معروف بلات المفقول اللي هو السيارة اوكي هننتقل الان الى حل تمرين على الدارس التالت والرابع والكلام ده صفحة واحد وثلاثين من كتاب الجم صفحة واحد اوال ريدا كوبريزا تاكس وانزا 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 فالوانجلست بلات بيوتي كصة البلات بيوتي الحصان الاسود is a story ها قصة which was written by انا سول يبقى هنا was written اللي كتبت was written بواسطة انا سول in 1877 بلاك بيوتي had a friend called jinger بلاك بيوتي كان لانو صديق اسمو jinger all hair owners كل ملكها اللي كانوا ملكينها يعني were unkaid كانوا غير طيبين معاها to hair did it hair badly بلاك بيوتي was where بلاك بيوتي كان لقي كان محزوز because his owner لان الملك بتاعه jingerie was kaid كان طيب he used it to pull a اتعاوض انه هو جر carriage عربية كر هنا كلمة lucky طيب عندي هنا في سؤال القطع هنأكل القطع مع بعض there is a special list of the new seven wonders of the world made in 2007 the first wonder is the great wall of china it was built a long time ago to protect china it's over 13,000 miles long the second wonder is the ancient third city of Petra in Jordan it was built into the rock thousands of years ago the third is the famous statue of Karest the red redimir in Brazil it's enormous and stands high up on a mountain overlooking the city of Rio de Janeiro the first wonder is the ancient ruins of Mako Pico imperial it was built by the Incas a long time ago the fifth is the Roman Colosseum in Italy it's a big stadium the sixth is Taj Mahal in India it's a beautiful palace built by a king for his wife the final wonder is chenken it's a in Mexico it's an ancient city that was built by the Mayans so in India in India the king built a palace palace castle for his wife زوجته this list of the new wonders was made seventeen years ago 17 سنة the word enormous كلمة enormous معناها ايه طبعا معناها big ضخ سؤال الاول what's the main idea of the biggest ايه الفكرة الرئاسية للنص طبعا العجائب الدنيا السابع الجديدة يبقى the new seven wonders عجائب الدنيا السابع الجديدة what does the underlying it it يعود على ايه يبقى يعود على المدينة القديمة لبيترا the ancient city of بترا السابع السابع what other wonders do you want to add to this list العجائب التالي اللي ممكن تضف عليه هذي القائمة ممكن نقول مثلا i want انا اريد i want to add انا اضيف the library of alexandria the library of alexandria مكتب and iscandary ok هالي سؤال the choose a is something that people travel in it's boiled by horse حاجة بيستافر بها الناس وبيجرها حصان طبعا اسمها الكارج a is the remain of animal or plant that live in the بقايا الحيوانات اللي عاشت في المواضي اسمها fossils حفريات to get the opposite of happy عشان اجيب عكس happy بحط البدا unhappy غير سعيد the people in that destroyed village are in safe الناس في القرية المدمرة مش امنين they are in danger هما معرضين للخطر او في خطر مصلاح is known world wide he is very popular يبقى هو ايه محبوب the weather is warm today تقصي دافئ النهاردة the antinim of warm تضاد كلمة warm هو cool بارد معل كده السؤال الرابع complete the sentence with the correct form of the world practice the statue of the sphenics تمثال the sphenics اللي هو ابو الهول طبعا was made was made صنعة like a lion زي الاسد was made like a lion with a person head برأس الانسان who was the تجمه built by يعني تجمه بنى بواسطة من يبقى هنا built نبقى سري this delicious meal هذه الواجب ها اللذيذة was made by nada ولا made it herself يعني ولا العملتها هنا wasn't made wasn't made by nada يعني nada ما عملتهاش ده اللي عملتها مين اولا بنسلين البنسلين is discovered in 1928 طبعا هنا was تشفع في الماضي يبقى was discovered زفرست زفرست بانثلين اول بانثلين في روم بيرند احترق داون بايا فاير الى راون ايتي سي يبقى واص بيرند احطر لك نفر الماضي اوكي تعالى بان انتقل على تمارين الدرس الرابع والخامس من كتاب الجنب للصف السالس الاعدادي هنا عندي حضرات تمارين على الكلمات والكلام ده صفحة هنعرف مع بعض صفحة اربعين اوكي سؤال الاول زكارة قال is a cat طبعا هي قطة برية with long legs لها ارجل طويلة a short face واجه قصير long ears اوزين طويلة and long teeth واسنى قطة طويلة it's found in africa the middle east central asia pakistan and india it can grow to about 90 centimeters long it weighs from 8 to 90 كيلوغرام يبقى واسنها يبقى هنا weighs يعني تزن من 8 الى 19 كيلوغرام and live the mainly وتقش اساسا alone لوحدها or impairs او في ازواج the caracal the caracal fight is many animals بيحارب حيوال كثير fight is many animals and what fight is بعض السؤال الثاني choose the correct answer اختر الجابة الصحية you should making bad friends you should avoid يجب ان تتجنب تكوين اصدقاء سيقون the ability to do something well القدرة انك تعمل حاجة جيدا is a هي اسمها skill يعني مهارة number three there are more floods في فيضلات كتيرة في دول كتير بسبب ارتفاع مستوى البحر وبقى مستوى البحر number four هنضيف اللي لاحقة ايه عشان اغير الفعل سوت ده يلاقب الى صفر طبعا هحطله تبقى يعني مناسب number five we social event and often go out together we arrange them يبقى we organize بننظم الاحداث الاجتماعية وكمان بنخرج مع بعض يبقى هنا organize يعني ينظم number six to form the opposite of appear عشان اجيب عكس appear هحطلع البريفكس البداية this يبقى disappear معناها يختفي number seven someone who is can move and do something الشخص اللي هو ايه ممكن بتحرك ويعمل حاجات بسهولة طبعا ده الشخص اللي هو نشيط number eight i'm totally confused انا مرتبق كليا could you explain زا تجد ممكن بتشرح ده مرة تاني the synonym of confused to run confused is buzzled organized clear اكتف طبعا to run ضف كلمة confused مرتبق هو كلمة buzzled يعني متحير اوكي number nine is the sick hair هو الشعر السميك زا تكبر زبادي في علامة اللي بيغطي جسم الحيوان اسمه الفر number ten كثير من اطفال بعيدة عن المدرسة بسبب المرض اوكي يعني كلمة ايه هي تراضف كلمة ايه طبعا هي كلمة يعني عديد انه احطي كلمة دايريك هطلها دايريك من دايريكشن دايريك نيس طبعا هطلها اي او ان تبقى يعني في اي اتجاه يبقى بيستمتعوا بلايف ستايل نمط حياة مريح عشان هم ما عندوهم اه طرق حياة جيدة عندي هنا تمرين على الدرس عندي محاسة هل لها مع بعض صفحة 42 هنا عندي مريم بتشرح ازاي استخدم التطبيق الجديد انا ثبت تطبيق جديد فطبعا سألتها سؤال قالت لها يعني ممكن اي نبات عايزة تكتشفي عنده معلومات يعني التطبيق ده هيعمل ايه يبقى نكتب كده راح سألتها سؤال تاني رضت عليها اتلاها الاول اتلاها حاجة اتلاها يعني لو انت عايزة اكتشفي اي اسم عن النبات اخدوا صورة من النبات ده ونخليها على الفون بعد كده اختاري هنا هنا الرد كان ايه مسلا ايه ام سوري ام نتشور يبقى انا اسفق مش فاهمة انت تقصد ايه قلها ام سوري انا اسف بط ام نتشور ام نتشور انا مش متأكد ايام نتشور مش متأكد من اجابتك طبعا راحة سؤالتها سؤالت لها يعني التطبيق هيديك اسم النبات لما تحط الصورة ولا مسلا تقولي ده معنى تاني could you say that another way could you say هل يمكن ان نقول هذا that another way بطريقة اخرى ده اي سي دعم انا فهمة مسلا اه اي اندرستان ذات ناو اي اندرستان ناو انا افهم الان اي اندرستان راحة سؤالت لها ليه سبتت التطبيق ده هل هتسبتي طبعا رب لها yes i will yes i will you know i'm interested in practice انت عارفت ان انا مهتمة بالنباتات هلا عندي تمرين على على الوحدة السبعة كاملة هنحل لها مع بعض يا حضرات اوكي وعدي هنا السؤال الاول خلص المحسنين سامير ولا سامير يعني سامير بيصرح معنى التشخيص بحب الطريقة اللي الكاتب بيستخدم فيها التشخيص وعلم التعجب كده ورح قال له حاجة قال له انا اقصد ان هي بتخلي الحصان زي البشر يتكلم يعني يب هناك اتقلف له ايه قاله مثلا ايه مثلا ايه احمل اه اعين ان understand. I don't understand. انا مش فهم. I mean that you make she makes the horses sound like people. يعني هي بتخلي الاحصنة زي تتكلم زي البشر. راح. طبع. قال له yes for example the writer calls the horse I or she not it. يعني الكاتب بيقول على الحصن. بيقول I or she. مش بيقول it. عشان داخل عانك. يبقى هنا السؤال كان ايه? could you give me an example? ممكن بتدي نمسال. could you give me an example? do you mean the writer think is that people and horses are the same? هل تعتقد ان الكاتب بيعتقد ان الناس والاحصنة اه are the same نفس الشيء? راح قال له do you see what I mean? يبقى له ايه? no I don't. لا. no I don't. do you see what I mean? هل تفهم ما اقصده? قال له no I'm still confused. ما زلت مرتبك. ورح سأله سؤال. قال له okay I feel that person fiction make us understand the horses better. يبقى. could you say that another way? ممكن تقول ده بطريقة تانية? could you say? هل يمكن ان تقول هذا? that another way? بطريقة اخرى? قال له اه I see. نعم انا. I understand that now. I understand now. I understand now. انا افهم. stand that now. افهم هذا الان. بعد كده. عندي سؤال read اقرأ. and complete to take us with the word from the following list. okay. there are about six different species في حوالي تلاتين فصيلة من المانجوز. they are found in africa. يعني وجدون في africa but are found. in africa, southern asia and southern europe. they have a long body with short legs and long tail. their body are covered by sick fear. اكسموا مغطاء بالفر. they like to fight snakes. some people use mangoes to control red red population. بعض الناس بيستخدم المانجوز عشان يتحكم في عدد الفيران. they are endangered because of. وكمان هما معرضين القرآن بسبب الدي فورستيشن. بسبب ازالة الغباط. يبقى الدي فورستيشن. سؤال. التالت. shows the correct answer. two is to make something fall. تخلى حاجة مليئة. so there is no space for any more something. يبقى انك تخلى حاجة ممتلعة وما فيهش مكان تاني. كمان اسمها فيل. يعني يام لأ. number two. the introduction of the story is very interesting. مقدمة القصة شيقة. the synonym of introduction. تراضي في كلمة introduction هو beginning. بداية. we add the suffix. بنضيف اللاحقة ايه? عشان اغير الفعل express. واعبر الى اسم. طبعا خليه ايه اكسبريشن تعبير احطله اي او كده. بعد كده عني number four. a is a word or phrase هي كلمة او عبارة عشان اشرح الاشياء اللي في الصورة او الداقراب او الرسم التوضيحي. طبعا ده اسمه اللي هو التكت. the population is so can of egypt. so can must is about one million. حوالي 100 million. 100 million. the word population. كلمة population so can means the. معناها the people. هي معناها الناس. number six. you should yourself when you are angry. you should control. يجب ان تتحكى في نفسك لما تكون غاضب. السؤال الرابع. complete the sentence with the correct form of the wording practice. انجليش اللغة الانجليزية is spoken. تحدث او. in many countries. في دول كتيره بقى اللغة الانجليزية. اه تتحدث. في دول كتيره بقى هنا is spoken. اللي هو بدأ بالمفوول. two windows نافزتان were broken. اتكسرو were broken. during yesterday party. بيزة is paid. البيزة تصنع. بالجبنة and tomatoes and tomatoes. three people. ثلاثة اشخاص. اوكي. we are hurt. اصيبوا. we are hurt. is a fireless light. في الحالي قامس. when was the oldest house in the usa built? متى بنية اقدم منزل في الولايات المتحدة. طبعا هنا. ببنية المبقولة. بعد كده حضرات عندي هنا اه تست امتحان على الوحدة السبعة. وعندي محاسة من هاجر. هاجر بتتكلم مع ريم مع بعض الحيوانات الشيقة. هل سألتها سؤال اجابته. i like our gantles most. يبقى. which animal do you like most? ايه الحيوان اللي بتحبيه اكتر? what's your favorite animal? ما هو حيوانك المفضل? بين which animal do you like? ايه الحيوان اللي بتحبيه اكتر. do you like most? راح تسألت لها سؤالت لها. they live in reinforced. عايشين في الغابات. الاستوائية. have you ever seen an orangutan? يبقى هنا السؤال where do they live? اين يعيشوا? where do they live? انت عايشين في الغابات الاستوائية? هل سابق عليك ان شفتي ايه orangutan? طبعا لا. no i haven't. no i haven't. لا ما شفتش. what about you? ماذا عنك? which animal do you like? ايه الحيوان اللي بتحبيه اكتر? لا مثلا. they live in polar. هبدينات عايشين في البيئات القطبية. يبقى حيواني المفضل ايه? هو الدب القطبي. بقول له. i like. انا احب. polar bear. polar bears. الدب القطبي. سؤال. التاني يريد اكو بيزا تاكس و الزوانة فروم زفر والجلس. some animals بعض الحيوانات are active نشيطة during the day في النهار. and sleep at night. like bangoos. bangoos also live in large groups of up to 50 where each one has اللي فيها كل واحد عنده رول دور تبلي عشان يلعبه. other animals are usually active during the night. حيوان تلا تبقى رشودة بالليل. like caracals. they live alone. mother caracals often live in halls. that are made. or made. اللي مصنوعة by other animals. بحيوانات اخرى. most معظم the wild animals. الحيوانات البرية. live in forest بتعيش في الغبات او the grasslands. الاراضي العجبية. سورة القطعة. black beauty. الحصان الاسود is born walida on a farm in the english countryside. he's spending the first four years of his life there with his mother and the other farm horses. beauty is sold to another owner there. beauty makes friends with merry legs and ginger. beauty behaves well in many situations. يعني. بنتكلم على قصة black beauty. بس جنجر كل من جنجر و beauty. والحصول الاسود are sold. بنباعه again to another owner. تباعه مرة اخرى الملك اخر. after some time بعد بضعة من الوقت. beauty and ginger. حصول الاسود. are sold to different owners. beauty meets ginger. بنتكلم على جنجر. بنتكلم على جنجر again. she looks terrible. يبدو انها ترابل تعبانا. زي توق فورا شورت تايموت حتى الوقت قصير. جنجر is very unhappy. she has many different homes and workers. very hard. all her owners are unkind to her and treat her badly. finally beauty is sold to a good home for three women who are looking after a good horse. beauty is a fine horse and the ladies decided to keep him. it's in the care that black beauty find his final home. beauty understands that he has much better life than many other horses. السؤال الاول is the passage النص هنا عن ايه؟ طبعا the passage is about a summary عن ملخص لستوري قصة. black beauty has been this black beauty and the four years. اربع سنين مع امه. mary legs and ginger are beautiful friends. هم اصدقاء black beauty. what does the underlying pronoun she? she يعود على مين? طبعا قلنا يعود على ginger. بيعود على الحصانة ginger. طبعا القصة دي كان على ثلاثة عنانة من تلس سنين بالزبط اربع سنين عشان كده معروفة عنها. ginger is unhappy. ginger غير سعيد. explain. يعني اشرح ان ginger انها كان غير سعيد. ليه? لان كل ملاكها كانوا ايه? كانوا لك. she is or she was unhappy. كانت غير سعيد. okay. do you want to own a horse? هل تريد ان تمتلك حصان? اقول مسلا yes. نعم. بقواحة تاني اقول نوع عادي. yes? why? لماذا? because i love animals. لان دليه احب الحيوانات. because i love animals. بحب الحيوانات. and where i enjoy. انا بستمتع رايدنك بركوب الهرسس. الاحصنة. بعد كده اندي تمارين على الفوكابلوري. choose the correct answer. a big fire in الحريق الكبير. the house it damaged it all. يبقى الحريق الكبير destroyed. ضمر البيت واتلفه كله. هنا destroyed. number two. we can call the habitat. ممكن نطلق على الhabitat. ايه? وانتهاز لما بيكون فيها اشجار ورين مطر. يبقى طبعا ال rainforest habitat البيئة استوائية. the city name of local. طراض في كلمة local. هو كلمة national. يعني local محلي. وناشنال برضو قومي او محلي. number four a is a large area. منطقة كبيرة من المية. surrounded by. محاطة بالارض. طبعا هي lake. البحير. number five if you someone where you are nice to them. if you treat. لو عملت شخص ما كويس. تبقى لطيف معاه. يبقى هنا تريد معناها يعامل. number six to four. بقناول from the verb bloot. عشان اجيب اسم من الفعل bloot. we add the suffix. هنضفره اللي حقه اي او ان. تبقى pollution اللي هو التروس. اوكي. سؤال تصحيح الخطأ. this this picture are so they are taken by my sister. يبقى هنا تقول are taken. يعني قلتو قدت. يبقى are taken. اوكي. are taken. the news. الاخبار be watched by or more evident. الاخبار عملة معلومة المفرد. يبقى is watched. the mistakes were corrected. الاخطاء صححة by the teacher بواسطة المعلم. the catch thousand of fish from the sea الصدية الصدية. الصدية امس. يبقى في الماضي. يبقى is caught. اوكي. وكده يكون خلصنا. اه حالة من كتاب الجيم. انا معكم مستر محورة جعبال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.